الله أكبر جعل عبادته في كل مكان وزمان ولم يقصرها على رمضان وشرع نوافل الصلاة والصدقة والصيام والإحسان في كل الليالي والأيام فضلا منه تعالى على عباده ليتقرب إليه المتقربون بما يستطيعون وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله تعالى ما دوم عليه وإن قل أحبتي في الله أيام عيد الفطر أيام فرح وسرور وحبور أيام فرح بالطاعة وبإتمام العبادة وفرح أيضا بالإباحة بعد الحرمان فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه فهذه الفرحة الأولى في الدنيا وتليها فرحة أعظم وأدوم وأهم هي فرحة الآخرة ولعل من جوانب تلك الفرحة الأخروية بالصيام أن يأتي العبد ومعه القرآن فينقذانه من وقفة المحشر ومن حر يوم الحساب فقد قال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فيشفعان ترجمة نانسي قنقر